مرحبا بكم متابعي قناة الاسكيز والتي اصبحت رسميا قناة الفلاحة والطبيعة agriculture and nature اضطررت الاختيار هذا الاسم وتبديل الاسم السابق لكي يعني نضفي صبغة اكثر رسمية للقناة يعني الفلاحة وطبيعة واختصار جيد وممتاز لكل الانشطة التي نقدمها في القناة مرحبا بك اذا كنت اول مرة تصل الى القناة قناة الفلاحة والطبيعية والطبيعة عفوا هي قناة تعنى بالاشجار المثمرة خاصة التفاحيات بشكل عام والتفاح بمختلف اصنافه برامج العناية التسميد الثمار خدمة التربة خدمة الاشجار في موسم الشتاء الصيف وكل المواسم مرحبا بكم هذه شجرة من نوع روايال كما تلاحظون هي تشرف على التفتح البراعم لاحظوا لاحظوا استيقائي ها هي البراعم توشك على التفتح لاحظوا في هذه المرحلة يمنع رش الزيوت الوقائية الشتوية كما يمكنك رش كبريتة النحاس او صلفات النحاس لكن بشكل خفيف لان هذه البراعم في الاصل ستتفتح اظهار ان شاء الله وباذن الله بعد اسبوعين حوالي او عشارة ايام شي جيد ممتاز هذه ايضا شجرة روايال نفس الشيء نفس الموضوع نفس الملاحظة هذه شجرة جولدن الكلدن الرائع واللذيذ والجميل لاحظوا كيف هي البراعم منتفخة وتشك على التفتح لتعطي اظهار جيدة وممتازة اصدقائي في هذه اللحظة لمن لم يقم برش السلفات النحاس يمك او التوتية كما نقول في الجزائر او في دول مشرق الجنزرة على ما اعتقد شيء من هذا القبيل يمكنك في هذه المرحلة الرش هذه المادة التي تدخل في المكافحة الشتوية لان قريبا ستتفتح البراعم والازهار ولن تكون لك فرصة اخرى صديقي وعزيزي الفلاح فيما يخص باقي المعاملات لا تقوم باي شيء في هذه المرحلة انتظر لغاية ظهور الطربوش الاحمر سبقه وان شرحنا في فيديوات عديدة ما معنى الطربوش الاحمر وهو عند تفتح هذا البراعم ليعطي زهرة وقبل اكتمال الزهرة يعني تخرج هنا ورود حمراء او غلاف الورود الاحمر هذه المرحلة نسميها طربوش الاحمر وفيها بالضبط يتم رش الكبريت الميكروني وله فوائد عديدة في القضاء على الكثير من الحشارات التي تعيق نمو اشتجارنا مرحبا بكم الاصدقاء قناة الاسكيز رسميا اصبحت قناة الفلاحة والطبيعة اضررت لتغيير هذا الاسم لكي نضفي صبغة رسمية على القناة وايضا يكون الاسم متعلق بنوع الانشطة والفيديوات والدروس التي نقدمها يا جمالك يا روايال هذه شجرة روايال توتى ثمار جيدة اذا كنتم تتذكرون هذه الشجرة نشرت لها فيديو في الصيف كيف كانت ثمارها جميلة جدا وكثيفة وكثيرة وجيدة الحجم يمكنك صديقي ان تدخل الى القناة وتعمل زيارة لفيديواتنا لكي ترى هذه الاشجار في الصيف كيف نقوم بعنايتها طرق السقاية او طرق السقي طرق العناية وكل شيء خص الثمار كان هذا فيديو جيد سريع اصدقائي حول القناة والتبديل الاسم لماذا طررت الى تبديل الاسم هنا لك اعددت الكثير من الفيديوات تخص ميدان الفلاحة والطبيعة خاصة الاشجار المثمرة وسانشرها قريبا ابقوا على تواصل في القناة زروا قناتنا تابعوا فيديواتنا وانتظرونا في قدم المواعيد اتمنى لكم يوم جيد وطيب ورمضان كريم دمتم بخير وعافية والى اللقاء